اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اكد اعتسازه بالعلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة القائمة بين مملكة البحرين والشقيقة جمهورية مصر العربية وما وصلت اليه من مستوى متطور في شتى الميادين منوها حفظه الله بالحرص المتواصل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها والوصول بها الى افضل المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى هذا اليوم علي السيد سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل الى جلالة العهل المفدى تحياتي وتقدير اخاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التطور والتقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وكلف جلالته الوزير المصري بنقل تحياته الى اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرب عن خالص الشكري وعظيم التقدير وبالغ الامتنان الى جلالته على دعم مملكة البحرين لمرشح مصر معالي السيد احمد ابو الغيط لمنصب الامين العام لجامعة الدول العربية ورحب صاحب الجلالة حفظه الله بوزير الخارجية المصري منوها جلالته بمثل هذه الزيارات الاخوية والتي تشكل دعما لمسيرة التعاون والتنسيق الاخوي بين البلدين على كافة المستويات والتي تعزز من علاقاتهما الراسخة والقوية كما بارك العاهل المفدى تعين السيد احمد ابو الغيط لمنصب الامين العام للجامعة العربية وبالثقة التي حظي بها من الدول الاعضاء بالجامعة مشيدا بما يتميز به السيد ابو الغيط من تجربة دبلماسية وسياسية عالية وخبرة واسعة ستمكنه من اداء مهام هذا المنصب الرفيع بكل كفاءة واقتدار خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية متمنيا جلالته له كل التوفيق والسداد للارتقاء بآلية عمل جامعة الدول العربية نحو افاق ارحب في مجالات العمل السياسي والدبلماسي والتنموي وتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك والدفاع عن القضايا العادلة للامة العربية والسعي لتحقيق تطلعات الشعوب العربية وأمالها في مستقبل آمن ومستقر وأكد جلالة العاهل المفدة دعم مملكة البحرين لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الجامعة العربية ومبادراتها الخيرة من أجل توطيل العلاقات وتفعيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وتعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم الأهداف والتطلعات العربية بظل ما تشهدها المنطقة من أحداث وتطورات والتي تتطلب تضافرا للجهود وبناء استراتيجية عربية مؤثرة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة كما أعرب جلالته عن اعتزازه وتقديره للدور المحوري لمصر الشقيقة في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي مؤكدا جلالته أن مصر تشكل العمقى الاستراتيجية للأمة العربية بما تمثله من ثقل استراتيجي وامني لكافة شعوب ودول المنطقة وأن مصر القوية هي سند وقوة لكل العرب وتمنين جلالته لجمهورية مصر العربية كل خير وعزة ورفعة وأن تنعم على الدوام بالأمن والاستقرار في ظل قيادة وحكمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه تقدم ورخاء شعب مصر العزيز وبحث جلالة الملك المفدى مع وزير الخارجية المصرية الأوضاع الراهنة في المنطقة ومجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية فيما كلفه جلالته وحفظه الله بنقل تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس المصري وأصدق تمنياته لشعب مصر الشقيق دوام التقدم والرفعة والرقي وقد عرب معالي الوزير سامح شكري عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى على دور جلالته الرائد وجهوده الكبيرة في ترسيخ وتطوير علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر مثمنا بكل التقدير والاعتزاز مواقف البحرين الداعمة لمصر وشعبها ودورها المشر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك